حبيت شارككم الطريقتي لوصفة مربى الورد مع شراب الورد حضرتهم من الورد الجوري الناشف وصفي ولا قطيع مشهور كتير ببلادنا مربى الورد لما نكون احنا مش متوفر عنا الورد الجوري البلدي الطازة فيه عنا الورد الجوري الناشف وبتكون نوعية كتير ممتازة نقدر نعمل منه المربى وهيدا مربى الورد يلي خليته برا التلاجي لحظوا كيف قوامه وهيدا يلي حطيتهم عندي بالتلاجي ما شاء الله اللون والريحة والطعم بشهو مش شرط نعملهم بالورد البلدي الطازة لانه برا عنا ما بيتوفر احيانا برا بلادنا الورد البلدي الطازة وفبنعملوا من الورد الجوري الناشف طبعا نتأكد من النوعية تكون كتير نظيفة ومن هيدا الورد كمان انا الجوري الناشف بعمل منه شراب الورد بتكون طعمته غير شكل تستخدموهن للحلويات تستخدموهن كوصفة مربى بيتقدم على الفطور كنوع من التحلاية فوق القشطة البلدية متل ما انتو بتفضله وصفة كتير مميزة وشراب الورد بيكون منعش وبارد خاصة لما يكون بالصيف مع تلجي سلاش اول شي انا استخدمت لتحضير مربى الورد هيدا الورد الجوري اللي بتكون حجمه صغير فيه نوعيات كتير ممتازة ما تستخدموا الوردات اللي بتكونوا مسكرة على بعض الورد المحمدة طعمته كتير مختلفة اما هيدا الورد الجوري الصغير كتير ممتاز لطعم الشراب او لامربى الورد ملاحظين كيف ابدا ما تستخدموا الوردات اللي بيكونوا مسكرين على بعض طعمته كتير مختلفة وحيانا بيكون فيه وسوس من جوة فحيكون معكون الطعم والنكهة والريحة مش مظبوطة فلازم نتأكد انه الوردات عنا نظاف ومفتحين عن بعض ما تشتروله مسكر ابدا وبعدين منفصل الورق عن العرق الاخضر لانه ما لازم نحطه لا معلم ربا ولا مع شراب الورد لازم نكتب على جنب كم كوب بكوب المقييس جهزنا من ورق الورد هيدا كتير اساسي عشان نضبط المعايير للمي ولا السكر هلا عم غسلهم حطيتهم بمي بردي ما تحطون مي سخني هلا اول شي من مي بردي ولازم تشوفوا مية الورقات هون انتو بتعرفوا نظافة الورد فبتتأكدوا انه ما فيهن رمل ابدا وما تفركوهن كتير بيديكن ما بدنا نفقد المادة العطرية اللي فيهن منشيلون ومنصفيون بس يعني بيدينا منقدر انه نتحكم بالورق نغسله كتير كويس ونبعدهم عن بعض بعدين بحطهم بمصفي وبرجع بحط عليهم مي نظيف من اول وجديد بهيدي الطريقة شايفين كيف وبرجع بحركن وبصفيهن اهم الشي العرق اليابس تشيلوه هيدا اللي انتو شايفينه شوية ورقات خضرة ما بتأثر رح نصفيهن عملتوا نتلك مرات وتأكدت انه عندي ورق الورد صار كتير نظيف هلأ شوية منعصرهم بهيدي الطريقة ومنخليهن على جنب يتصرفوا كل كوب من ورق الورد رح نحط له من كوبان ونص لثلاثة اكواب من الماي المغلية بنغل الماي بتنجرة على جنب صفيت الورق بطفي تحت الماي وبنزل الورق فيها وبغطيهن على طول يعني بس تحطوا الورق بالمي المغلية بتطفوا تحت الماي وما في داع نقلبهم يعني او شي خلص شايفين وطفيت تحت الماي وبغطيهن لتاني يوم بتخلوهم بهيدي الطنجرة لتاني يوم شوفوا تاني يوم عندي كيف صار عند المية الورد والورق لازم ندوق من هيد الماي علشان نتأكد انه نسبة الحلة فيها مزبوطة اذا لقيتوا الماي كتير مرة ما رح ينفع عشان هيك لو بدأتوا بتبدأوا بكمية قليلة بكوب من الورق فلازم تدوقوا مية الورد لتعرفوا عنكن اذا فيها مرار عشان نعرف نسبة السكر هلأ لازم نحسب كمان كم كوب طلعوا عنا الورق مع المي لانه الورق اضاعف حجمه وتشرب كمية من السوائل رح نجهز عصير ليمون كم حبة مستكا مع السكر لنطحنون المورد ورح نضيف هيدا اللون الاحمر بيعطي لون حلو للمربة بس عشان كمية بسيطة واضافته اختياري هلأ كل كوب من الورد مع المي رح حطله كوب سكر تقدروا تحطه 3-4 كوب سكر نص كوب سكر ما بنصحكن فيه عشان تطلع عنا نسبة المربة كتير موزونة لانه نبدون وقت على النار ليسوي عنا الورق ويكون طعمه طيب ويكون فيه نسبة من السوائل مركز فيها ما يكون عنا ناشف كتير مثل ما انا صورته بالبداية ومنقلب السكر مع الورد ومع المي طحنت المستكا وضفتها هلأ عمقلب المستكا مع الورد والمي حبيبي انا بفضل من 3-4 كوب سكر للكوب سكر افضل بكتير لقوام لمربة الورد عشان يكون فيه عنا فيه نسبة من السوائل لو قللتوا للنص كوب ما رح يطلع معكم لمربة طعمه موزونة ومنقلبهم على النار بس نشوفهم عم بدأوا يغلوا عنا كل 4 كبايات بدون عصرة ليمونة يعني كل 4 كبايات من الورد ومع المي اللي احنا نقعناهن فيه قبل الليلة رح نضيف عصير الليمون ومنخفف النار تحتهم ومنخليهم عنا يغلوا على نار هادي لا يستو حبيبي بالنسبة لا استوى المربة حسب كمية الورد يعني انا عاملة كنت كمية شوي كبيرة فاخدوا مني اكتر من شي ساعة ونص على نار كتير هادي علشان نعرف استوى المربة مناخد كمية من الشراب منحطهم بصحن ومنحطهم بالتلاج دقيق او نص بالكتير بعد دقيق او نص منعمل فيه ونخط اذا شفنا الشراب ما رجع على بعضه معناته عنا الاستوى كتير ممتاز نبدأ بدنا نطفي تحتهم قبل ما نطفي تحتهم اخدت شوي من ملون الطعام لون هايدا العنابة لون التوت الغامة فيكنوا تحطوا اللون الاحمر لون التوت متل ما بدكن وحطيت اللون تقريبا راح نضيف عليهم مورد طبعا كمية المورد على زاقكم قديش انتو بتكونوا تحطوا انا حطيت ربع كوب لانو عاملة كمية كبيرة نقدر نحط تقريبا شي خمس معالق ست معالق اذا الكمية اقل وبهيدا الطريقة بالتدريج راح ضلني زودن على هيدا اللون لأوصل للدرجة المطلوبة حطيت كل كمية المورد فوق المربا مع اللون الاحمر ومنقلبن بقلبن تقليبتين بس يغلو ما تبالغوا كتير لما تحط المورد على المربا علشان ما يعطي طعم مش طيب ونحافظ على ريحة نكهة المورد وطعمتها طفيت تحتهم وخليتهم بهيدا الطريقة شوفوا كيف صاروا عندي جدا ممتازين انا لانو اشتغلتهم المسا على الطاولة حطيتهم وحطيت عليهم اقماشة خفيفة ما تمنع انو البخار يطلع اذا حطيتوا اقماشة سميكة راح يرجع البخار على المربا ويفسد عنا لا تاني يوم تاني يوم صار عنا المربا جاهز اذا اشتغلتوهن الصبح تقدروا للمسا يكونوا جاهزين صاروا بردين عنا شايفين كيف قوامهم هيك لازم يكون هيدا القوام جدا ممتاز لمربا الورد لايكو هاللون طعمتهم بتشاهي علشان هيك لازم نعمل السكر يكون موزون يعني كباية الورد تقريبا اخذت مننا مع المي لما نقعتهم تاني يوم كل كباية مي مع الورد حطيت له ثلاثة ارباع كباية السكر او كوب سكر اما نسكوا بسكر انا ما بنصحكن فيها ابدا ان شاء الله الطعم بشاهي هلا بحطهم بصحن عجنب لفرجيكن بس بردو عندي كيف قوامهم بدو يكون بهيدي الطريقة جدا ممتاز خلص بتقدروا تحطوهن على اي وصفة بتكون اياها انا عملت كاكة من الموارد وحطيت فيها مربا الورد طبعا المطربانات الازياز لازم تكون معقمة لما نحط فيها المربا هلا عم بعبيهن فيها ايا وصفة حلويات على اشطة تحشو فيها كاكات اتقدموه كنوع من المربيات على الفطور على بعض الظهر كتحلاية ما في اطيب منه وهيدا احسن من امربا ورد الزهر لانه متوفر عنا على طول الورد الجوري هيدا المربا الورد لما تركته لايكوا قوامه كيف لما تخلوه على الطاولة بدون تلاجة وهيدا قوامه لما تحطوهن بالتلاجة اذا بتكون تاكلوهن للأكل يفضل يكونوا بردين اطيب اذا بتكون تزينوا فيهن الحلويات فيكنوا تكونوا عاملينهم بالتلاجة حاطينهم بردين او على طاولة المطبخ متل ما انتوا بتفضلوا بس اذا بتكون تاكلوهن مع اشطة او اي نوع من الحلويات انا بفضل يكون كتير بردي اطيب حتى مع التوست مع قطعة زبدة وهيدا الكمية اللي زيادة شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن ريحتون ولونون ونكهتون بتشاهم هيدا الكمية اللي حطيناها بالمطربان وبالنسبة لمربى الورد ان خليتوهم بالتلاجئ او برا التلاجئ ما حيصير عليهم شي ابدا وضحت لكم ازا حابين تاكلوهم كمربى خلوهم بردين اطيب وازا بتكون زينوا فيون حلويات بتكون تحشو فيها اي كاكة رح شارككم طريقة كاكة الورد وراح يكون الوصف التاني لشراب الورد ما في اطيب منه هيدا الشراب خاصة لما يكون مع تلج سلاش وبارد ومنعش بالصيف او نحط له حبوب الريحان كمان صورت لكم طريقتها ويتقدم شراب الورد كتير طيب بمناسباتنا وافراحنا الحلوة منحب دايما نقدم هيدا الشراب لانه هو لوحده بيرمز للجمال وللحلو للنكهة وللطعم الطيب بتمنى تكون الطريقة سهلة وواضحة لكم مو شرط نعملهم بالورد البلدي الطازة بنقدر نعملهم بالورد الجوري الناشف بس اذا كانت عنا نوعية كويسة وريحتها نظيفة والوردات نضاف احلم ربا بيطلع من بين ايديا يكون ترجمة نانسي قنقر